موسيقى ومين ممكن يتحب زي كبير القوم وسيد إفريقيا النادي الأهلي وعشان مواجهة الرجاء مواجهة مهمة جدا ومصرية وعشان عندنا كلام كتير عنها قلنا بدل ما نروح المغرب نجيب لكم المغرب بأجواءها بكل تفاصيل الرجاء لحد هنا مع المبدعين والمتقلقين واتنين من اللي أنا بحب أسمعهم لما يتكلموا في الكورة زميلي محمد جمال وزميلي صبر سراج أهلا بكم ومنورين قناة النادي الأهلي خبيبا فارس حبيبا كابت ومفصوط أننا معكم وزمي قال فارس كده يعني الواحد بيستمتع بتحليلك الفئة ده وشكل التحليل والكلام المنطقي اللي الناس بتصدقه فطبعا مباراة إحنا مباراة مستنينا طبعا مباراة مهمة جدا وفريق الرجاء يعني طبعا هو متواجد في المركز الثاني في الدوري المغريبي لكن على المستوى الأفريقي من الأندية التئيلة الأندية اللي عندها خبرات كويسة وعندها بعض النجوم المميزين خلينا أخذ رأيكم وأبدأ بك محمد أنت شايف المباراة إزاي الأجواء بعد وجود 20 ألف متفرج من جماهير النادي الآلي شايف الردود فعل اللعيبة والجهاز الفني بعد طبعا مباراة كانت سيئة جدا عن مستوى الفني أمام النادي المصري شايف شايف السيناريو إزاي طبعا ما فيه شك أن مطش الأهلي والرجاء تحديدا مواجهة جماهيرية في المقام الأول الرجاء واحد من أكبر فرق في أفريقيا اللي عندها جماهير كبيرة جدا بيتشابه مع النادي الأهلي في الزخم الجماهير اللي عنده في المغرب هو النادي الأكبر جماهيرية والأكبر قاعدة شعبية في المغرب كمان بذكر أن هو في المركز الثاني دلوقتي هو جاي عامل كامباك ولمنتادة في الدورة المغربية وكان بعيد جدا وصل للفرق مع الوداد ل11 نقطة دلوقتي وصل أن هو بتلت نقاط بعد ما غيره المدرب مرتين يمكن كان مارك فيلمتس هو اللي كان موجود معهم بعدها جي بوشعيب لنباركي مدرب بلجيكي وجي بوشعيب لنباركي بأدار كمدير فني مؤقت مبارتين بعد الهزيمة من حرية كوناكري في غينيا تم التعاقد مع رشيد التوصي اللي يكون مدرب معهم فطبعا هم بيستعدوا للمباراة بشكل كبير جدا هنتكلم أكتر عن الرجاء لكن طبعا مباراة كبيرة جدا جماهيرية في المقام الأول والفريتين اللي يوم تاريخ كبير طبعا جوه أفريقيا النادي الأهلي زي ما قال فارسايد القوم في أفريقيا الأكثر تتويجا ولا أكثر حصولا على الألقاب والأكثر حصولا على ألقاب في دوري أبطال أفريقيا فطبعا مع نادي عنده زخم البطولات زي الرجاء أعتقد مباراة سيشهد الكثيرون في أفريقيا إن شاء الرحمن